للوهلة الأولى وحينما ترى ابتسامتها تدرك أن صبا لها من اسمها نصيب لكنك عندما تقترب أكثر تجد أن الطفلة ذات الخمسة أعوام تعاني حياة البؤس والشقاء والألم وبصمت فصبا أصيبت بألعاب نارية لم تكن رحيمة بجسمها الصغير معاناة منعتها من العيش بحرية وسعادة كباقي شقيقاتها كما أن بكاءها طوال الليل جعل أفراد أسرتها يتنوبون على راحتها حتى ساعات الصباح الأولى أنا بناشى تقول أصحاب الخير أنهم يعني شوفوا لحل هذه البنة خلاص فأنا لما خشيت فيها المستشفى الدكتور قال لي عشرة في المية نظلة طيبة عملت لها ثمان عمليات تجميل صار البنج بطل يجاوب فيها صارت تصحى للدكتور في نصف العمليات تصحى للدكتور وعلى مدار سنة متواصلة عرضت صبا على جميع مستشفيات الحروق في غزة لكن دون جدوى فإصابتها الباليغة دفعت أكثر من 12 وفدا أجنبيا صحيا عاين حالتها للإقرار أن صبا لا يمكن معالجتها إلا في دولتين فقط هما أمريكيا وألمانيا المساعدة لأنا بطلبها أنه يساعدوني في إجراء عمليات تجميل وترميل من البنت لأنه أنا ما فيش إلها عمليات أنا صرت مقابل تقريبا 12 وفد أجنبي من الوفود التجميل اللي بيجي على قطاع غزة والغالبية العظمى منهم أجمعت أن البنت ملهاش علاج عندنا غير برا بالتحديد يعني هم محددوا ألمانيا أو أمريكا وبالرغم من إجراء العشرات من العمليات لصبا إلا أنه لم تطرأ أي تغيرات إيجابية على وضعها الصحي وتأتي طفلة ثلاثة أيام في الأسبوع لتلقي عملية معقدة من العلاج الطبيعي في محاولة من منظمة أطباء بلا حدود للتخفيف من معاناتها المتفاقمة فتخيل مريض يعني زي صبا ممكن أن يلبس مشاد ضغط وسيليكون رغم الحر والجو لمدة تتراف 23 ساعة في اليوم أنت بتحكي عن ساعة راحة واحدة وهنا بتبدأ المعاناة زي ما أنت شوف الطفل في العمر هذا صعب بأنه يتقبل الشغلة فبالنسبة لي أنا بشوفها ساعة لكن الباقي الدور بكون على الأهل وهو الدور الأهم أدما الأهل بتتابع أدما بيكون فيه نتيجة وأدما المريض بيستفيد صبا تحتاج يوميا لعلاج يقدر بثمانين درارا من الأدوية وهي تكاليف باهضة لا يقدر عليها والدها العاطل عن العمل ويناشد الجهات المختصة والجمعيات الإنسانية بإنقاذ طفلته وفلذة كبده اشتركوا في القناة